صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كدباط متخصصين بالقوات المسلحة التي تشمل الدفعة اثنين أطباء والدفعة اثنين متخصصين مختلط الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه دفعة يناير 2022 وصرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنصيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل قضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2022 صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنصيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتباراً من يوم السبت الموافق الخامس من فبراير 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من فبراير 2022 وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنصيق القبول بالكلية العسكرية على الإنترنت اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير 2022